مساء الخير بتوقيت الأمريكي نهاية يوم آخر في الولايات المتحدة وبداية يوم جديد في الشرق الأوسط أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية ترصد أهم الأحداث في أمريكا هذا اليوم إضافة إلى مواضيع متنوحة يتابح الأمريكيون والعالم بمختلف الفئات وتخصصات ومنها في اتصال مع نظيره الإسرائيلي أوسطن يؤكد التزام واشنطن بحل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم ويطالب بضمان سلامة الجيش اللبناني ويونيفال واشنطن وقوة غربية تعرب عن قلقها الشديد إذا قرار إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة وفشلها المستمر في تزويد الوكالة الدولية لطاقة الذرية بالمعلومات في أول اجتماع منذ انتخابه ترامب وأمين عام الناتو يناقشان قضايا الأمن العالمي والحرب في أوكرانيا وقضية الإنفاق الدفاعي للحلف وترامب يعلن سلسلة جديدة من التعينات لإدارته المقبلة تشمل وزرات الخزانة والعمل والإسكان والفريق الطبي أهلا بكم مشاهدين من جديد قبل أن نستارض هذه المواضيع ننتقل الآن إلى يوسف لنتصفح معه أبرز معنونته الصحف الأمريكية اليوم إليك يوسف شكرا سيهام طيب الله ووقاتكم مشاهدين نبدأ هذه الجولة السريع على أبرز ما تناولته الصحف الأمريكية مع نيويورك تايمز التي تناولت اجتماعا عقيدة في البيت الأبيض حضره كبار مسؤولي شركات الاتصالات في الولايات المتحدة أمس الجمعة الصحيفة قالت أن الحاضرين بحثوا كيفية تأمين الشبكات الاتصالات الأمريكية من القراصن الصينيين الذين نجحوا باختراقها لأكثر من عام أما وولستريت جورنل فتوقعت أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيختار بروك رولنز لتولي منصب وزيرة الزراعة وأضافت الصحيفة أن رولنز رئيسة معهد سياسة أمريكا أولا كانت مرشحة لتكون كبيرة موظفي البيت الأبيض لكن المنصب صار من نصيب سوزية وايلز أيضا نبقى مع وولستريت جورنل التي قالت أن أوكرانيا تريد الانضمام إلى مجموعة الدول التي تستطيع إنتاج الصواريخ الباليستية أضافت أن كييف تحافظ على سرية أغلب تفاصيل برنامجها لكن مسؤولين أوكران أفادوا مؤخرا بأن البرنامج قد يبدأ العمل قريبا نختم مع واشنطن بوست التي قالت أن شركة ميتا المالكة لفيسبوك أضافت خصائص جديدة لتطبيق ثريتز المنافس لمنصة أكس أضافت أن السبب يبدو متعلقا بالنجاح الذي حققته شركة بلو سكاي في منافستها بكسب مليون مستخدم يوميا هذه جولة سريعة كانت إذن على أبرز ما ذكرته وقالته الصحف الأمريكية لهذا المساء واليوم التأكيد المزيد في فقرات أمريكا هذا المساء معك سيار تفضل صحيح يوسف إذن قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن تحدث مع نظره الإسرائيلي إسرائيل كاتس لبحث التهديدات الإقليمية والعمليات الإسرائيلية والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل أضفت في بيان بأن أوستن أكد التزام بلاده بحل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة بأنام أو بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود وشدد على أهمية ضمان سلامة وأمن القوات المسلحات اللبنانية وقوات يونيفال في لبنان كما حتى الحكومة الإسرائيلية على مواصلة تحسين الوضع الإنساني السيء في غزة مؤكداً التزام الولايات المتحدة بإطلاق صراح كل الرهائن من جهته تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال الاتصال تعهد بأن بلاده ستواصل التحرك بحزم ضد حزب الله هذا وأجرى قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي سانتكوم الجنرال مايك إيريك كوريلا أجرى مباحثات مع رئيس الأركان الإسرائيلية الجنرال هيرتي هاليفي في تل أبيب وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فإن مباحثات كوريلا الذي وصل أمس إلى إسرائيل تناولت مع هاليفي تقييماً مشتركاً للأوضاع بمشاركة رئيس هيئة العمليات وقائد المنطقة الشمالية تمحور حول القضايا الأمنية أو القضايا الأمنية الإستراتيجية مع التركيز على لبنان وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي بأنه سيواصل تعميق العلاقة مع الجيش الإسرائيلي أو الجيش الأمريكي انطلاقاً من الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي وتنسيق بين الجيش هيئ قالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد قتل الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة في الضحية الجنوبية لبيروت ارتفع إلى عشرين قتيلاً وثلاثة وستين جريحاً بدورها أفدت مراسلة الحرة بأن عدد الغارات على الضحية الجنوبية لبيروت منذ صباح اليوم ارتفع إلى ثلاث غارات فيما قتل شخص في غارة إسرائيلية على مدينة سور جنوبي لبنان ومن جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن شخصية المستهدفة في قصف مبنى سكني في حي البسطة في ضحية الجنوبية هو قيادي من حزب الله مطلوب منذ عام 1982 بعد هجمات عنيفة ضد المرانز في بيروت ومن جانبها رجحت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن يكون المستهدف في الغارات الإسرائيلية على منطقة البسطة الفقى في بيروت إما الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم أو القيادي في حزب طلال حمية وفق ما نقلت صحيفة تايمس أوف إسرائيل حيئة البث الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى تحدثت من جهتها عن استهداف قيادين آخر في حزب الله وهو محمد حيدر أما الجيش الإسرائيلي فرفض التعليق على الضربات بحسب موقع والا الإسرائيلي وفي بلدة شمستار البقاعية قتل ثمانية أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة وأوضح بيان الوزارة اللبنانية بأن الغارة استهدفت بلدة شمستار وأدت إلى حصيلة أو في حصيلة غير نهائية أدت إلى مقتل الأشخاص الثمانية وإصابة تسعة آخرين بجروح من بينهم أربعة بحال حرجة من جانبها أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية أفادت بأن الغارة استهدفت منزلا في بلدة شمستار وأدت إلى مقتل أسرة مؤلفة من أم وأربعة أطفال أفاد مصدر أمني لمراسلة الحرة في لبنان بقيام عناصر من حزب الله المصنف على لوائح الإرهاب الأمريكية بإطلاق صواريخ باتجاه تجمع لجنود إسرائيليين في محيط طير حرفة عند القطاع الغربي للحدود اللبنانية الإسرائيلية ومن جانبه قال بيان للجيش الإسرائيلي بأن عددا من جنود القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان يونيفيل أصيبوا في موقع شمع وتضرر مقر القوة بالمنطقة نتيجة إطلاق حزب الله لعدة قذائف صاروخية من منطقة دير قانون في جنوب لبنان للمزيد تنظم إلينا الآن عبر الهاتف من بيروت مرسلة الحرة جينة حفيش جينة كيف تبدو الأوضاع حتى الآن هناك ماذا تقول وزارة الصحة عن آخر حصيلة للجرحة والقتلة في حين يركز الجيش الإسرائيلي على بلدة خيام التي يحاول دخولها في تصعيد غير مسبوق بالفعل شهام 3670 قتيلا وأكثر من 15400 جريح هي الحصيلة التي تحدثت عنها وزارة الصحة حول أعداد القتلة والجرحة منذ بدء هذه الهجمات الإسرائيلية في الثامن من شهر أكتوبر من العام الماضي يمكن الحديث اليوم حسب بيانات وزارة الصحة عن حصيلة مرتفعة لأعداد القتلة والجرحة جراء الغارات الجوية التي استهدفت سواء البقاع تحدثت وزارة الصحة عن مقتل 24 شخصا وجرح أكثر من 40 في الغارات التي استهدفت قرى وبلدات في قضاء بعلبك في البقاع الشرقي البلاد كما تحدثت عن مقتل سبعة أشخاص في مدينة صور وقرى محيطة بها في الجنوب لبناني إضافة إلى استمرار الغارات الجوية وأن كانت تراجعت وطيرتها نسبيا في ساعات هذا المساء استهدفت على وجه التحديد مدينة النباطية أيضا بلدة كفرشوبة ومدينة لخيام التي ذكرتها تلك المدينة التي لا تزال تشهد أعطى المواجهات والمعارك بعد تمكن القوات الإسرائيلية من التقدم باتجاهها وتحديدا كانت وصلت في الساعات الماضية إلى مقر مبنى بلدية لخيام ومنطقة وادي العصفير ومعطقا لخيام وحسب بيانات حزب الله كان أعلن أنه استهدف لأكثر من مرة تجمعات وتحشدات للقوات الإسرائيلية عند أطراف تلك البلدة أكثر من سبع مرات إضافة إلى تصديه لمحاولات تقدم من قبل القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة دير ميماس علما أن مختار البلدة كان أكد دخول القوات الإسرائيلية وتمركزها عند كروم الزيتون المتاخمة لتلك البلدة قادمة من بلدة كفركلة وتحدث مختار البلدة عن وجود عشرين شخص بينهم إمرأة حامل لا يزالون عالقين تاخل تلك البلدة وهناك مفاوضات واتصالات تجري في هذه الأثناء مع الصليب الأحمر الدولي في محاولة لإخراجهم أيضا هناك محور نشط في القطاع الغربي من الجنوب نتحدث عن شمع وصولا إلى الضيادة محاولات تقدم سجلت من قبل القوات الإسرائيلية ومزيد من التواغل في البياضة آخر بيانات حزب الله يتحدث أنه سهدف دبابة مركابة إسرائيلية بصاروخ موجه عند أطراف تلك المنطقة وأيضا عند أطراف بلدة الخيام معلما أن تلة البياضة تعتبر تلة استراتيجية كاشفة على طول الساحل البحري الذي يربط المقورة بطبيعة الحال بمدينة سور وهناك مساعي من قبل الجيش الإسرائيلي للتوصل إلى بلدة نقورة وبالتالي قطع طرق الإمدادات على تلك البلدة علما أيضا أنه بموازات هذه الاشتباكات العنيفة حصل اليوم تصعيد جديد في الضاحية الجنوبية لبيروت عبر ثلاث موجات من الغارات شهدتها الضاحية ليرتفى عدد الغارات اليوم فقط إلى نحو ثلاثة عشرة غارة استهدفت مباني محددة في الشويفات العمروسية الحدث وبرج براجنة بعد الإنزارات المتتالية التي كان أصدرها الجيش الإسرائيلي تصيلت هذا اليوم لسكان مباني محددة بالإخلاء علما أن حجم الضمار كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء هذه الغارات التي توصف بالعنيفة وتحدث ذوي انفجارات قوية وحجم كبير وهائل من الضمار إضافة إلى أن هذه الغارات تخلف صحب كبيرة من الضخان الأسود يعلو سماء المنطقة حتى لساعات بعد حصولها كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل جينا حفيش مرسلتنا من بيروت شكرا جينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا من واشنطن الآن ريتشورد تشازدي أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية في جامعة جورج واشنطن سيد ريتشورد تشازدي أهلا مرحبا بك ما الرسائل التي يحملها هذا التصعيد المتبادل الأخير بعد معغادرة هوكستين تحديدا هل يعكس ذلك رغبة الأطراف في تحسين شروط التفاوض أم أن إسرائيل ربما تسعى لإعادة فرض القواعد اللعبة العسكرية في المنطقة عادة هذا يحدث لو عملية المفاوضات تتحرك إلى الأمام وكما يبدو أن هذا ما يوحي به هوكستين يبدو أن الطرفين يحاولون الوصول إلى أفضل مكان جغرافي يمكن الوصول إليه قبل بدء المفاوضات هذا أحد العناصر بالنسبة للإسرائيليين هم يقولون أن سيارات الإسعاف تستخدم لنقل مقاتلي حزب الله وبالتالي سيارات الإسعاف هي جزء من قوات الدفاع المدنية والتي تشبه المستجيبين الأوائل لحزب الله ويبدو أنها تعرضت إلى خسائر في هذا التصعيد في القتال ومنذ أن غادر هوكستين يبدو أنه كان هناك زيادة في وطيرة القتال ما نراه هو شيء ليس غير متوقع ولكن ربما نتمنى لو تطرق هوكستين إلى بعض المسائل الخاصة بما يحدث هو لم يقدم أي تفصيلات قبل الحديث ربما عن هذه التفصيلات التي قدمها هوكستين وانطلاقا ربما من إجابتك سيدي هل يمكن ربما احتبار هذا التصعيد وسيلة لاختبار حدود التدخل الأمريكي ضمن هذه المفاوضات؟ الولايات المتحدة تواجه إمكانيات مختلفة وما نعرفه هو أن محتوى الاتفاق ربما يشبه ما كان يدفع به أموس هوكستين في الماضي بمعنى أن القوات المسلحة اللبنانية تحل مكان حزب الله وحزب الله يتراجع إلى نهر الليطاني كان هناك مقال شيء في الواشنغتون بوست توضح المشكلة وهي وضع القوات المسلحة اللبنانية والجنرال جوزيف عون والولايات المتحدة وفرنسا تدعمان هذا الجيش وكان هناك تردد يتعلق بالمواجهة المباشرة بين الجيش اللبناني والإسرائيليين وهذه المواجهة ستكون كارثية أيضا هناك الظروف الاقتصادية اللبنانية السيئة والتي أثرت على جهوزية الجيش اللبناني والسؤال كان هل الجيش اللبناني في موقف يسمح له بالحلول محل حزب الله في الجنوب وأيضا نفطارد التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات يونيفيل في لبنان وأن هذا التنسيق سيعمل على فصل قوات حزب الله عن الإسرائيليين وكما قلت أنا دائما هناك كثير من الأجزاء المتحركة في هذا النزاع ولكن جزء كبير له علاقة بالجيش اللبناني ولكن تفكرين في حل للنزاع يعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والذي اعتمد في 2006 لإنهاء النزاع بين حزب الله ولبنان هناك قضايا حدود دائمة بين لبنان وإسرائيل يجب أن تناقش وإلا فإنها ستشكل تعقيدات لهذا الاتفاق ولكن يعني ما المحرك أو من المحرك الرئيس لهذه المفاوضات تقودها حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هل تبدو هذه الخيارات الأمريكية محدودة أمام تصاعد هذا التوتر أم أن هناك أوراق جديدة لم تعلن قد تغير المعادلة قريبا وأعطت عليها الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل أعتقد أن هناك بعض الحوافز الإيجابية لرئيس الوزراء ميقاتي وهذه لها علاقة بمناطق الحدود التي مناطق بحرية تضم احتياطات نفطية كبيرة يمكن حقم أموال في الاقتصاد اللبناني وهذه يمكن أن تشكل حوافز كي يوافق اللبنانيون وأعتقد أن الإدارة ما تحاول عمله في أيامها الأخيرة هو أن تخفف من حدة النزاع في المنطقة وما نعرفه هو أن الرئيس الإيراني أوضح أن نعيم قاسم يمكن أن تكون له يد طليقة في التفاوض مع الإسرائيليين وميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بيري الذي يعمل كوسيط وكمحاور يمكن أن يصل إلى اتفاق يخفف من حدة النزاع ولكن من الواضح أن الإسرائيليين معنيين بصورة أساسية في إبعاد حزب الله كتهديد أو إزالة حزب الله كتهديد وهذا يمكن أن يتم لو اعتقد الإسرائيليون أن حزب الله لم يعد يشكل التهديد العسكري الذي كان عليه وأنه بعيد عن الحدود وبالتالي لا يستطيع أن يقصف بلدات وقرى الجليل وصلت هذه الفكرة ولكن في عجالة لضيق الوقت سيدي هل تعتقد لهذه الإيد الطولة لإيران أن تخلط ربما هذه الحسابات التفاوضية أم أنها ربما ستكون جزءا من الحل التفاوضي بين الطرفين بالطبع الكثير يعتمد على المصالح الوطنية لإيران وكيف تفسر من قبل الرئيس الإيراني نحن ليس لدينا صورة واضحة عن الوضع الصحي لآية الله خامنئي وإلى أي درجة ابنه أمسك بزمام الأمور أو اطلع بمسؤوليات معينة من ناحية العمل مع الرئيس الإيراني في قضايا السياسة الخارجية لا نعرف عن هذا ولكن كما يقول الإيرانيون من ناحية دعم نعيم قاسم واستعداده للتفاوض وكذلك القتال عند الضرورة هذا غير معروف أيضا أخذين بعين الاعتبار المصالح الأمنية القومية كما يراها نعيم قاسم كل الشكر سيد ريتشورد تشازي أستاذ علوم السياسة والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن شكرا لك حذرت الإدارة الأمريكية إسرائيل من أن قرارها بوقف إصدار أوامر الاحتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين المشتبه في قيامهم بمهاجمة الفلسطينيين في ضيفة الغربية قد يزيد من العنف في الأراضي الفلسطينية وبحسب موقع أكسيوس الذي نقل عن مصادر مسؤولة أمريكية بأن القرار الإسرائيلي سيزيد من التوتر بين البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية كما نقل الموقع بأن وزير الدفاع لويد أوستن اتصل هاتفيا بنظيره الإسرائيلي كادز وعبر له عن قلقه تجاه قرار السلطات الإسرائيلية بعدم تتبع المستوطنين الذين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها الشديد إذا اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزية الجديدة ضمن برنامجها النووي وحثت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية لطاقة ذرية وقالت أدول الأربع في بيان المشترك اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنه بدلا من رد إيران على القرار بالتعاون فإنها تخطط للرد بمزيد من التوسع في برنامجها النووي بطرق لا تستند إلى أي أساس سلمي موثوق ورفضت أدول الأربع التحرك الإيراني في اللحظة الأخيرة للحد من مخزونها من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة ووصفته بأنه غير كاف وغير صادق ومتواصلون معكم في أمريكا هذا المساء ماذا لدينا أيضا يوسف بعد الفاصل؟ ترامب يعلن سلسلة جديدة من التعينات لإدارته المقبلة تشمل وزارات الخزانة العمل الإسكان ويجري محادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في فلوريدا نلتقي بعد الفاصل مجددا أهلا بكم عقد الرئيس الأمريكي المنتخد دونالد ترامب اجتماعا في بالمبيتش بولاية فلوريدا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا قال متحدث باسم النيتو في بيان مختضى بأن الرجلين ناقشا مجموعة من القضايا الأمنية العالمية التي تواجه الحلف وجاء على موقع الحلف الإلكتروني ناروتا وفريقه تقو أيضا بالنائب مايك كا وولز الذي اختاره ترامب لمنصب مستشاره للأمن القومي وأعضاء آخرين في فريق الأمن القومي للرئيس المنتخب لقاء وصف بالمهم ذلك الذي جمع الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا وحسب مصادر مطلعة فإن اللقاء الذي عقد في بالنبيتش في فلوريدا كان فرصة لمناقشة جملة من القضايا الأمنية العالمية التي واجهها الحلف مع الإشارة إلى التوتر في العلاقات بين النيتو وواشنطن خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب كما يأتي هذا اللقاء في توقيت حساس وفق العديد من المراقبين لا سيما بالنسبة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وسط قلق داخل النيتو من أن تقطع الولايات المتحدة الدعم العسكري لكياب بعيد تسلم ترامب الحكم بخاصة وأن الرئيس المنتخب قد تذمر علنا وفي العديد من المناسبات من المساعدات المالية الأمريكية الكبيرة لأوكرانيا فضلا عن أن ترامب وجه مرارا خلال ولايته الأولى وبعدها انتقادات إلى دول الأعضاء في النيتو لعدم مشاركتهم بما يكفي في المستحقات المالية وكان روتا وهو رئيس الوزراء الهولندي السابق قد أشار إلى رغبته في لقاء ترامب بعد يومين فقط من فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر كدليل على أن مسألة العلاقات مع واشنطن في ظل حكم ترامب تعتبر أهم مشاغل الحلف وأكدت مصادر عدة أن روتا يعاول على علاقته الشخصية الجيدة بترامب ليتوصل معه لاتفاقيات تضمن عدم انسحاب واشنطن من الجهود الرامية لتعزيز أمن الحلف في ظل تزايد التحديات العالمية وعلى رأسها التهديدات الروسية لأمن أوروبا نقلة وكالة رويترز عن مصادر متطلعة أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس تعيين ريتشارد جرانل الذي شغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية خلال ولاياته السابقة ليكون مبعوثا خاصا للنزاع بين روسيا وأوكرانيا نقلت الوكالة أن ترامب يفكر في تعيين مبعوث خاص معني بحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا ويعول على جرانل كي يلعب دورا رئيسيا في جهود ترامب لوقف الحرب جرانل لديه مسيرة دبلوماسية طويلة ومعروفة عميقة بشؤون الأوروبية عمل سفيرا في ألمانيا كما كان مبعوثا رئاسيا خاصا لمفاوضات السلام في صربيا وكوسفو ينضم إلينا في الاستوديو هنا الزميل المحرر في غرفة الأقبار محمود بالحيمر نناقش معك محمود إذن اللقاء الذي جمع الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالأمين العام لأن نيتو روتا في بالم بيتش بفلوريدا لقاء مهم لربما هناك توجسات أو حالة من الحذر أو الترقب لاستلام الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصبه في 20 من يناير المقبل خاصة وأن لديه موقف مع النايتو ماذا ينتظر النايتو وماذا نعرف عن تفاصيل هذا اللقاء أكثر نعم يوسف مثل ما أشرت هناك مخاوف جدية من جانب حلف شمال الأطلسية النايتو بعد تولي ترامب أو فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية وهذا يعود إلى التجربة السابقة مع رئيس دونالد ترامب حيث كان قد هدد بوقف المساهمات المالية للولايات المتحدة في الحلف إذا لم تقوم الدولة الأخرى بالإفاءة بالتزاماتها المالية كما أن هناك مخاوف أيضا من جانب تصريحاته فيما يخص المساعدات الأمريكية لأوكرانيا نحن نعلم أن نهج الرئيس جو بايدن يقوم على تقديم مساعدات قوية وقوية جدا سواء في الجانب العسكري أو الدبلوماسي أو حتى في الجوانب الأخرى التقنية لأوكرانيا الولايات المتحدة لوحدها قدمت أكثر من 175 مليار دولار لأوكرانيا إذن هناك بعض المخاوش من أن سياسات ترامب ولسيما أيضا قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تكون قد تنعكس سلبا على تجانس الحلف وقوة الحلف وأيضا ربما خسارة الحرب في أوكرانيا والرئيس الأمين العام لحلف شمال الأطلسية الحالي الذي تولى المهمة فقط في أكتور من هذا العام وهو كما ورد في التقرير رئيس وزراء سابق لهولندا وله علاقات جيدة مع ترامب حيث تعامل معه لما كان رئيس الوزراء كان قد صرح بأن روسيا لم تنتصر في الحرب وعلينا أن لا نفرط في أوكرانيا وبالتالي من هذا المنطلق يأتي هذا اللقاء وربما سعي الأمين العام للحلف الأطلسية الجديد للإبقاء على قوة الحلف والإبقاء على دعم الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للحلف وهي من زمان الولايات المتحدة عندما نقول حلف شمال الأطلسية نقول القوى العسكرية للولايات المتحدة طيب هل من تصريحات يمكن الوقوف عليها من أعضاء النيتو ما بعد هذا اللقاء في الحقيقة ليس هناك يعني لم تتسرب أي تصريحات بخصوص محتوى مدارف اللقاء كان هناك أيضا على الموقع الإلكتروني لحلف شمال الأطلسي يعني معلومات عن أن مارك روتا أيضا بحث مع فريق الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب بحث القضايا الأمنية الدولية ليس هناك صريحات لكن هناك توقعات من جانب حلف شمال الأطلسي نحن نعرف نعرف أن خلال قمة واشنطن في اليوليو من هذا العام صحيح تعهد الحلف بتقديم 43 مليار دولار لدعم أوكرانيا ونحن نعلم أيضا أن هناك تصعيج جديد هناك مرحلة حاسمة في هذه الحرب في الأسبوع الأخيرة الولايات المتحدة سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ أتاكمز لضرب العمق الروسي وروسيا استخدمت لأول مرة صواريخ فرط صوتية قادرة على بلوغ المدى لخمسة ألاف فهي مرحلة حرجة وتتطلب تحرك من جانب قيادة حلف النيتو كل شكر لك محمود بن حيمر الزميل والمحرر في غرفة الأخبار نشرت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا بريجيت برينك على منصة إكس مقطع فيديو حول ذكرى ضحايا المجاعة الكبرى التي راح ضحيتها ملايين الأشخاص في أوكرانيا في عهد ستال قالت بريجيت في مقدمة الفيديو أن الولايات المتحدة في يوم ذكرى ضحايا المجاعة الكبرى تكرم ذكرى ملايين الأرواح التي أزهقت بسبب المجاعة التي دبرها ستالن في أوكرانيا أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سلسلة تعينات جديدة في إدارته المقبلة التعينات ضمت اختيار الملياردير سكوت بسانت وذلك لمنصب وزير الخزانة والنائب عن ولاية أوريغون لوري شافيز ديارمار لتولي حقيبة العمل كما اختار ترامب سكوت تيرنر لمنصب وزير الإسكان والتنمية الحضارية وعين راسل فوت لمكتب الميزانية والإدارة وفي القطع الصحي اختار ترامب ديف ويلدن لرئاسة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وجانت شيوات لمنصب الجراح العام ومارتي مكاري لقيادة إدارة الدواء والغذاء أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه اختار بروك رولنز لتكون وزيرة للزراعة ترأس رولنز معهد أمريكا أولا للسياسة وهو مؤسسة بحثية يمينية عمل موظفوها عن كثب مع حملة ترامب للمساعدة في صياغة السياسة لإدارته المقبلة شغلت رولنز منصب رئيسة مجلس السياسة الداخلية خلال فترة ولاية ترامب الأولى ترجمة نانسي قنقر تحدث عن التعينات الجديدة التي لا تزال مستمرة ونسمعها في كل حين معنا من العاصمة واشنطن مراسلة الحرة سارة نور الدين سارة مساء الخير بداية تعينات لا تزال مستمرة نسمع عن أسماء جديدة يرشحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي مناصب هامة ماذا نعرف عن هذه الأسماء الجديدة التي سمعناها اليوم نعم يوسف لا تزال الترشحات التي أعلن عنها ترامب تثير ردود الفعل في الولايات المتحدة كان من آخرها هو اختيار بروك رولنز لتكون المرشحة الأقرب لوزارة الزراعة وكان مساء أمس الجمعة أعلن جملة من الترشحات لعدة مناصب مهمة على رأسها طبعا سكوت بيسنت لحقيبة الخزانة وهو رجل الأعمال والملياردير المعروف والذي كان مقربا من ترامب خلال حملته الانتخابية وهو سيكون بذلك هو الشخصية الاقتصادية الأولى التي ستقود رسم السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة وسيكون في مقدمة يعني ما يتولاه هو خفض معدلات التضخم وكذلك هو بيسنت معروف بأنه يدعم خطة زيادة التعرفة الجمركية على الواردات خاصة من الصين وهي الخطة التي يدعمها ترامب لحماية الصناعة الداخلية أو الصناعة المحلية في الولايات المتحدة جملة التعينات والترشيحات التي أفصح عنها ترامب أمس كان في مجملها تتوجه نحو الاقتصاد كان من بينها أيضا تسميات روسل فوت لي يقود مكتب الموازنة والإدارة فوت كذلك هو من أكبر المساهمين في مشروع 2025 وهي الخطة التي تضمنت توصيات وملامح اقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة وهو أيضا كان يتولى نفس المنصب في إدارة ترامب السابقة في البيت الأبيض كذلك تضمنت هذه الترشيحات سكوت تيرنر لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية وكان يشغل منصبا كذلك في البيت الأبيض خلال فترة ترامب السابقة لوري تشافيز ديرمار كذلك لوزارة العمل وهي طبعا النائبة الجمهورية ولكنها خسرت في هذه الانتخابات في إحدى المقاطعات التي توصف كذلك بالمقاطع المتأرجحة في ولاية أورغن وهي كذلك من أكبر المدعومين من اتحادات ونقابات عملية في مقدمتها نقابة سائق الشاحنات الترشيحات التي أعلن عنها ترامب أيضا تضمن ثلاثة أطباء من بينهم جانت نشوت لقياد الجراح في منصب الجراحة العامة وهي التي قال عنها ترامب أنها كانت طبيبة تعمل بإخلاص في نيويورك لعلاج الألاف من مصابي فيروس كورونا كذلك ديف نعم يوسف ديف لقيادة سي دي سي أو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وهو النائب الجمهوري المخضرم ولكنه سابق كان أول انتخابه في فلوريد عام 1994 وأيضا مكاري لف دي اي أو منظمة ومفوضة الغذاء والدواء الجو يبدو باردا جدا لديك في واشنطن لا أريد أن أطيل عليك سارة شكرا لك على كل ما وفيتنا به من معلومات حول هذه الأسماء التي رشحت رمل المناصب الرئيسية في الدولة شكرا لك وجهت وزارة العمل الأمريكي اتهمات لمواطن ألباني يحمل الجنسية الأمريكية بمحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش وتوزيع تعليمات حول تصنيع المتفجرات أضافت أن إيرالد أليمي هيتي الذي كان مقيما سابقا في نيويورك قضى عدة سنوات في سجن ألباني بعد أو بسبب تهم تتعلق بالأسلحة والاعتداء يشتبه بأنه استخدم حسابات إلكترونية للبحث عن هجمات مشابهة لعمليات أو عملية قناص العاصفة أو العاصمة عفوا وشراء مؤدات تكتيكية وسكاكين وعتاد لدعم تنظيم داعش فضلا عن عزمه إجراء تعديلات على بندقية هجومية وفقا لبيانة وزارة العادل الأمريكية تصل عقوبة التهم الموجهة إليه إذا ثبتت إدانته إلى السجن عشرين عاما بتهمة دعم الإرهاب وعقوبة مماثلة توزيع معلومات حول الأسلحة والمتفجرات سمرون معكم في أمريكا هذا المساء المزيد تتابعونه بعد فاصل مع سهام نعم يوسف إذن البيت الأبيض يبحث مع شركات الاتصال الاختراق الصيني المحتمل وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتعزيز الحماية ضد أي هجمات نتحدث عن ذلك بعد الفاصل موسيقى 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 أهلا بكم مشاهدين من جديد اجتمع كبار المسؤولين في البيت الأبيض مع مسؤولي شركات الاتصالات لمناقشة حملة التجسس السيبرانية الكبيرة التي تستهدف القطاع من قبل الصين وقال البيت الأبيض في بيان قال إن الاجتماع والذي شارك فيه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان كان فرصة للاستماع إلى تنفيذية القطاع حول كيفية تعزيز الحماية ضد الهجمات المتقدمة من دول معادية وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت السلطات الأمريكية بأن قراصنة مرتبطين بالصين تمكنوا من اعتراض بيانات مراقبة كانت موجهة لوكلة إنفاذ القانون الأمريكية بعد اختراق عدد غير محدد من شركات الاتصالات موضوع في بالغ الأهمية نتحدث معه مع زميل المحرر في غرفة الأخبار رفيق ترابولسي رفيق أهلا مرحبا بك إذن حملة التجسس السيبرانية الموجهة من الصين لا تتوقف وتنتهج من خلالها الصين ربما وسائل عدة وتجابوها في نفس الوقت الولايات المتحدة كذلك بوسائل مضادة وبتالي ما أهمية ربما هذا الاجتماع لكبار المسؤولين في البيت الأبيض وهل أعرضوا أي استراتيجية محدثة لشركة الاتصال لربما تدخل حيزة الخدمة وتحدد ربما نسبة هذه الاختراقات الصينية نعم بالفعل هذا الاجتماع جاء بعد أن وصفته جاء على عديد من التقارير من الإدارة الأمريكية وحتى من الكونغرس الأمريكي بأنه أسوأ اختراق في تاريخ شركات الاتصال الأمريكية إذن أن الصين كما قلت تواصل محاولاتها بدون هوادة لاختراق ولجمع المعلومات وللتجسس على الولايات المتحدة على جميع المستويات على مسؤولين على مواطنين على شركات لغايات مختلفة بالفعل هذا الاجتماع الذي داره في البيت الأبيض والذي ترأسه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان حضره عدد من المسؤولين من شركات الاتصال الأمريكية وقد تم الحديث خاصة على كيفية تعزيز البنية التحتية للاتصالات لشركات لشبكة الاتصالات بصفة عامة في الولايات المتحدة لأن هذه الشبكة يبدو أنها أصبحت سهلة الاختراق رغم جميع المحاولات لتقويتها من قبل هذه الشركات التي تطلب دعما كبيرا من الحكومة الفيدرالية لمساعدتها للوقوف في وجه التحديات التي ليست من الصين فقط من روسيا من إيران وهذه المحاولات الاختراق يعني متعددة الجبهات إذ أن الصين مثلا لم تحاول اختراق أجهزة الهواتف أو شبكات الاتصال فقط بل هي حاولت كذلك اختراق وتحاول وتقوم باختراق شبكات التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية لمختلف الإدارات والهيئات الحكومية وحتى الشركات في محاولات للتجسس الصناعي كما يعلم الكثير يعني أن الصين تنمي هذه القدرات إذ يوجد لديها قرابة 30 وكالة أو مجموعة تابعة لها هذه المجموعات المعروفة فقط التي تقوم بهذه الهجمات بهذا النوع من الهجمات الخطيرة والتي أصبحت تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي ويبدو أنه من أكبر تحديات التي ستواجه الإدارة القادمة إدارة دونالد ترام ولكن هي كذلك من أكبر ربما تحقيق ربما هذا الهدف يجب أن تكون هناك موازنة لهؤلاء مبلغ ربما يمكنهم استبدال هذه الأنظمة غير النظامية أو أنظمة قديمة كما وصفت نيويورك تايمز هي الأموال الموجودة لأن هذه الشركات تحقق أربح كبيرة لكن لا وجودة الاستراتيجية موحدة لهذه الشركات للوقوف في وجه هذه الهجمات وبالتالي لهذا هذه الشركات تطالب الحكومة الفيدرالية بالوقوف إلى جانبها إذ أن جوجل مثلا إدارة الأمن السايبراني في جوجل ناشدت في آخر منذ يوم أمس على لسان كبار مسؤوليها الإدارة الأمريكية وخاصة الإدارة القادمة لتخصيص يعني مبالغ هامة وتخصيص استراتيجية كبيرة لمجابهة هذا الخطر الذي أصبح من أهم ومن أبرز تهديدات للأمن القومي الأمريكي ولأمن وسلامتي وهذه الشركات الاقتصادية التي من مصلحتها أن تحافظ على استقرارها وتحافظ على ثقة حرفائها شكرا لك زميلي المحرف في غرفة الأخبار رفيقة رابورسي على كل هذه المعلومات وربما الموضوع لا ينتهي عند هذا الأمر ربما سنناقش أبعاده في موعدنا أو موعد إخبارية أخرى كل الشكر لك أمر حاكم ولاية تاكسس لوكالات الولاية بيتوقف عن الاستثمار في الصين وبيع الأصول هناك في أقرب وقت ممكن وتعهد غريك أبوت على موقع X بحماية الولاية وخزينتها العامة من التهديدات التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني ومعنا الآن من ولاية تاكسس جنوبية الولايات المتحدة مراسلنا أحمد الرهيد أحمد كيف يمكن ربما تطبيق هذه الأوامر التي صدرت من حاكم الولاية غريك أبوت وهل هي يعني مقترنة بمدى زمني معين قبل ربما استلام الإدارة الجديدة طبعا سهام هناك الكثير من التعقيدات فيما يتعلق بالاستجابة لهذا التوجيه من قبل حاكم هذه الولاية غريك أبوت للوكالات الحكومية بسحب كامل استثماراتها من الصين في أقرب وقت ممكن هذا التوجيه جاء بعد أيام قليلة من الأمر التنفيذي الذي وقعه أبوت هذا الأسبوع والذي أيضا شدد فيه على ضرورة حماية منشآت البنية التحتية وكذلك المنشآت الحيوية هنا في ولاية تكساس من أي تأثيرات للحزب الشيوعي الصيني وللحكومة الصينية أيضا أبوت وجه إدارة السلامة العامة هنا في ولاية تكساس باعتقال كل من له علاقة بالمضايقات والإكراهات التي قال إن الحزب الشيوعي الصيني يمارسها على المنشقين أو على عدد من الأشخاص هنا في ولاية تكساس ذلك يأتي أيضا بعد تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لسكان مدينة يوستن من أن الحزب الشيوعي الصيني قد يقوم بمضايقات أو حملات ضد الذين يتحدثون ضده هنا في مدينة يوستن وهذا الأمر ينطبق أيضا على عموم ولاية تكساس من بين أبرز الجهات التي وجه إليها جريغ آبوت توجيهه بسحب استثماراتها من الصين هي إدارة الاستثمار التابعة لجامعة تكساس A&M هذه الإدارة تدير محفظة تبلغ قيمتها 80 مليار دولار أيضا تحدث آبوت عن أن ذلك يأتي لحماية ولاية تكساس باعتبار أن ولاية تكساس تحتضن إحدى أكبر الموانئ في الولايات المتحدة وكذلك هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وبها أكبر شبكة للكهرباء في الولايات المتحدة تحدث عن أن حماية كل هذه الأنظمة ضروري وأن يتم أيضا مواجهة ما وصفه التأثير تأثير محاولات التأثير من قبل الصين ومن قبل الحزب الشيوعي الصيني على المؤسسات التعليم العالي وكذلك على المؤسسات الحيوية هنا في ولاية تاكساس لا سيما مؤسسات البنية التحتية أيضا تحدث عن أن ذلك عن أن أكثر من 250 ألف شخص من أصل صيني هم يعيشون في تاكساس بشكل قانوني ويعتبرون تاكساس وطنهم بشكل قانوني بالتالي حذر الحزب الشيوع الصيني والحكومة الصينية من أي مضايقات لهم كل شكر لك أحمد الرهيد مراسلنا من تاكساس شكرا جزيلا لك شهدت الولايات المتحدة انقطاعات متكررة وطويلة في شبكات الكهرباء هذا العام وهذا نتيجة زيادة حدة العواصف المدمر المرتبط بتغير المناخ أصبحت هذه الانقطاعات مصدر قلق متزايد لسكان خاصة أولئك الذين احتمدوا على الكهرباء للحفاظ على حياتهم اليومية بسبب احتياجات طبية خاصة قرابة نصف مليون حالة انقطاع للتيار الكهربائي خلفها الإعصار الأخير في شمال غرب المحيط الهادئ في أحدث مثال على ما تسببه العواصف الشديدة في الولايات المتحدة وبحسب تحليل لوكالة للبيانات الحكومية فإن الغلاف الجوي الأكثر دفئا يحمل كميات أكبر من المياه مما يؤدي إلى عواصف أكثر شدة ويشير المسؤولون إلى تحديات تحديد الاحتياجات الطارئة خلال هذه العواصف هناك العديد من الأماكن في مدينتنا التي لا نعرف عنها شيئا حتى تأتي مكالمة الطوارئ لذا علينا العمل مع الشركاء لإيجاد حلول عملية وقد تزايد تأثيرات هذه الظاهرة على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والحالة الصحية المزمنة الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الطاقة الاحتياطية أو دفع الفواتير مما يزيد من تعرضهم لمخاطر الحرارة المرتفعة أو البرد القارس لقد انقطع التيار الكهربائي عنا لمدة أربعة أيام ونصف وعندما عاد كان الأمر مريحا لأن الجو كان حارا للغاية أنا أستخدم جهاز التنفس الصناعي هذه هي الطريقة الوحيدة التي أعيش بها ولكن كان علي استخدام المضخة ويقول علماء الاجتماع بجامعة كولومبيا إن الأشخاص من ذوي الإعاقة والحالات الصحية المزمنة معرضون للخطر بشكل خاص عندما ينقطع التيار الكهربائي ويعيش الكثير منهم في منازل تفتقر إلى إمدادات الطاقة الاحتياطية وسبل التعامل بشكل أفضل مع درجات التجمد أو الحرارة المرتفعة أو لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم تعكس هذه الانقطاعات ضعف البنية التحتية أمام التغيرات المناخية وتفاقم أثرها على الفئات الأكثر ضعفا ما يستدعي إعادة النظر سات الطاقة وتعزيز البنية التحتية لتكون أكثر قدرة على مواجهة الكوارث المستقبلية وحماية السكان من تأثيرات العواصف المتزايدة سجلت منصة بلو سكاي نموا ملحوظا في عدد مستخدميها حيث بلغ العدد الإجمالي 15 مليون مستخدم ما يعكس تسارعا في نموها وسط تزايد إقبال المستخدمين على البحث عن بدألة لمنصة إكس وبحسب تقارير عدة يعد المتمين للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة والمعارضين للرئيس الأمريكي المتخب دونالد ترامب من أكثر المجموعات التي تقبل على منصة بلو سكاي وخاصة مغادرتهم أو إلغائهم حسابات على منصة إكس خاصة بعد التقارب الكبير بين إيلون ماسك صاحب إكس من ترامب خلال الأشهر الأخيرة إذن مشاهدين ملفات عدة نقشناها في أمريكا هذا المساء وكل هذه المواضيع التي تنوى أنها اليوم يمكنكم بتأكيد متابعتها ومشاركتها أبرى موقعنا ومنصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي شكراً على المتابعة وموعدنا يتجدد بهذا التوقيت غداً بإذن الله إلى مقا